مع أن المسيح في الإنجيل كان واضح جدا وقال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت وفي موضع آخر يتكلم بقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي نحن نعرف أن فكرة الصليب لم تكن غريبة حتى لأنه لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد نفوت في الموضوع فالسؤال لماذا الصليب عثر مثل ما شفنا أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وبعدين مكتوب نكرز بالمسيح مصلوبا نعم لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فخلينا نبتدأ ليش عثرة لليهود مع أنه فيه نبوات وآيات ورموز كثيرة في العهد القديم اللي هي واضحة جدا في موضوع الصلب أولا لأن اليهود بطبيعتهم يميلون إلى المعجزات والآيات حتى الكتاب اللي هنا في الجزء دوت اليهود يطلبون أقراها من كورنسوس الأولى 1-22 لأن اليهود يسألون آية اليهود عايزين معجزة عايزين حاجة عجيبة وطلبوا من يسوع أن يريهم آية أكثر من مرة آية آية ترينا فنرى ونؤمن بك لكن تقول لهم أنا هتصلب وموت على الصليب دي ما تحبه الأمر الثاني اليهود كانوا ينتظرون مجيء المسيح الملك الذي سيخضع له كل الشعوب وده كان حلمهم حتى تلمزي عمواس لما تقابل معهم الرب يسوع في طريقهم لعمواس له 24 قالوا المسيح ده مات وإحنا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل طبعا يخلصهم من إيد الاستعمار الروماني فعشان كده كان الصليب بالنسبة أن المسيح المسيح يصلب ويموت كان بالنسبة لهم عثرة وأمر غير قابل أن هم يتقبلون حاجة تاني كمان الأصعب من كده أن اليهود كانوا يظنوا البعض منهم أن صلب المسيح ده كان عبارة عن عقاب وقع على هذا الذي يدعي نفسه أنه هو المسيح حتى أنه تيجي في أشياءاته الخمسين يقول ونحن حاسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا لكن هيكتشفوا طبعا قريب لما الرب يفتح عينيهم ويقولوا لا ده لا هو ما كانش مصاب ومضروب من الله لكنه مجروح لأجل معصينة ومسحوق لأجل أثامنا عشان كده كان الصليب بالنسبة اليهود عثرة والأمر الأخير الأضيفه كماني أخ نزار اليهود يعرفوا أن الصليب هو أبشع ميتة هو صورة للخزي والعار فكيف يكون الله المتجسد؟ كيف يكون المسيح العظيم موضوع نبوات العهد الأديم أن يموت هذه الميتة؟ مشيرا إلى أية ميتة وكيف يسمح الله للنسيح أن يموت هذا النوع من الموت لكن زي ما أشرت من شوية ده كان موجود في نبوات العهد الأديم لم يقرأوا مظمور 22 النبوة عن المسيح الذي سيأتي ويصلب لم يفهموا جيدا أشعية 53 اللي يقول عن الكتاب عن المسيح أنه مجروح لأجل معصينة مصحوق لأجل أثامنا كشاة انتصاقوا إلى الذبح وكنعجة صامتة وألاف النبوات ومئات النبوات الموجودة في العهد القديم